موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج همسات زوجية السعادة وفن امتلاك السعادة السعادة مطلب كلنا الحقيقة بنسعى لتحقيقه والحصول عليه إزاي نوصل لتحقيق السعادة وإزاي نسعد ونسعد أهلنا ده اللي حنتوف به النهاردة وحنتكلم فيه مع معاقل المستشار محمد السيد الشريف المستشار الإعلامي للتحاد جمعيات التنظيم والإدارة ورئيس وحدة العلاقات الخارجية بالاتحاد العرب للتنمية الموارد البشرية والمدير التنفيذي للمعهد الدولي لجودة واعتماد التدريب بإنجلترا أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك يعني بقالنا فترة ما تدولناش بالإحصائيات والكلام الجميل المرتب لكل أدارة ودور التنمية البشرية في تحقيق السعادة ده اللي حابيني النهاردة إن شاء الله خداك تعملنا إسقاط عليه كيف نمتلك السعادة السعادة بالرضا نعم نمتلك السعادة بالرضا أولا أب نبدأ حديثنا أنا بشكر القناة لأن موضوع السعادة ده بيهم كل أسرة مصرية الأسرة المصرية محتاجة عملية الرضا والسعادة مشاكلنا كلها عند ضغوط العمل والضغوط النفسي نفتقد السعادة وعفقدان السعادة بيؤدي إلى الفشل في الحياة الزوجية كلمة السعادة كلمة جميلة جدا وعشان كده أنا مبسوط جدا أن اخترتوا كلمة السعادة ما اخترتوش كلمة البهجة ولا السرور ولا الفرحة كلمة السعادة فعلا هي سبع حروف البهجة والسرور والفرحة ست حروف ففعلا أنت اخترتوا كلمة عن طريق نيزان سرية الحرف زيادة معناها جميل جدا أولنك سعادة وليس فرحة وليس صرور وليس بحجة فالسعادة معناها الرضا الرضا النفسي تقوى الله القربي من الله يجي من يتق الله حتى أن تأتي السعادة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث سبحان الله السعادة بتقوى الله التقوى تأتي الرزق اتت الرزق مع التقوى ومن يتق الله يجعل له مخرجا رزقهم من حيثه لا يحتسب ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته شوف حضركت ازاي في المحور الاولاني يرزقه من حيثه لا يحتسب في المحور الثاني يكفر عنه سيئته ويعظم له اجله سبحان الله السعادة عملتلي تكفير للسيئات عملتلي تزويد لرزقي للسعادة اللي هي التقوى الله من قوانين الله سبحانه وتعالى عشان أحقق السعادة الأسرية لابد أن أتق الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقكم من حيثوا لها شفت الآية الجميلة في صورة الطلاق ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ربنا زويد لرزقي وكفر عن سيئاتي دي حاجة جميل جدا ومن يتق الله له من أمري ربنا هيصر لأمري طالما في اتق الله أتق الله في زوجتي أتق الله في بيتي أتق الله في عملي أتق الله في المودة لصلة الرحم تأتي السعادة كلمة السعادة ليس كلمة بل فعل أن أمتلك السعادة تمتلك أولا بتقوى الله بتقوى الله نعم تقوى الله تأتي السعادة القربي من الله تأتي السعادة البعد عن الله تأتي السلبيات السعادة بتاعت السلبيات الساعة الجهاز المركزي للتعبية عمو الإحصاء أعطى تقرير سيء جدا للدول العربية للأسف يعني سيء أنا بحب أن أعرض هذا التقرير لأن هذا التقرير ليس مبشر بحياة سلبية ولكن بيقول أن إحنا بس بناخد بناخد يعني إيه بيقول أن إحنا عندنا كل ست دقايق حال الطلاق دي كارسل طب إحنا هنعرف بطلق ليه كل ست دقايق في حال الطلاق كل حضرتك 88 ألف حال الطلاق سنويا 88 ألف حال الطلاق 240 240 حال الطلاق حضرتك يوميا 240 حال الطلاق في اليوم 88 ألف في السنة في السنة حضرتك واكتشف الجهاز المركزي التابعة من الأسف مع مركز دعم اتخاذ القرار أن نسبة الطلاق 50% من السنة الأولى من الزواج بعد التفاهم عدم اختيار التحر في الاختيار من هي الأسرة من هي الأسرة التي تتحرق أن تنزواج بنا دا 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 احنا بنتكلم في ايه بنتكلم 50% من نسبة هذه الطلاق التعداد وصل لسنة 2013-2014 2.750.000 حال الطلاق في مصر 2.750.000 لأخر تقرير لجهاز المركزي التابعة من الزواج حضرتك ازاي؟ لسنة 2013-2014 رقم يقترب من 3 مليون مطلقة دا رقم رهيب جدا ولكن احنا لو نظرنا للحياة الأسرية في الدول الغرب أو الدول الأخرى عشان فيه فيه عدات وتقاليد تحكمهم بعدم هذه ولكن أنا ببص ان احنا ايه السبب؟ حضرتك بترجع هذه الأرقام المخيفة إلى عدم امتلاك السعادة عدم موجود السعادة يعني ليه؟ بعيدنا عن الله نعم ومن يتق الله يجعل نعم من أسباب البعد عن السعادة وعدم امتلاك السعادة عدم تقوة الله أو البعد عن الله نعم من يتق الله؟ يعني احنا حطينا أكثر من عشر محاول رأسية في امتلاك السعادة تذكرتلي أن القوانين السعادة عندك قانونين للسعادة ومن يتق الله يجعل له مخرج قانوني السعادة من يتق الله يجعل له مخرج لا بد أن يتق الله أو القانون القانون السعادة للسعادة التفاهم والمحبة والمودة والسماح لأساس السعادة في كل أسرة التفاهم والمودة والمحبة والسماح تساعدي الخمس كلمات التي تنتمي تحت عنصر أساسي وهو تمام؟ السعادة السماح كل إنسان بيخطأ ليه نمسك على بعض على كلمة ليه نمسك لبعض على كلمة أو حرف ليه نحق فيه أمر مضى ما سيء لنا هذه السعادة تأتي بعد الحياة اليومي جديد أنا دلوقتي لازم ننظر إلى الأمام لن ننظر إلى الخلف السعادة الزوجية تأتي بالمواد ده يعني أنا النهاردة يا سيد المستشار هفترض مثلا يعني حد متزوج حديثا وفي العام الأول يعني عشان بس ألحق الإحصائي اللي حد أكلتها وفي عامه الأول ومفروض أنه هو من وجهة نظره أحسن لاختيار خد بنت جميلة وكويسة وبنت ناسه تمام؟ وحنفترض أنه في بداية للطمأنينة وللراحة يعني في بداية إزاي لو في شوية سعادة صغيرين نحافظ عليهم وننميهم ونكبرهم كنت حد أكلتلي أنه عندك عشر الأسرار العشرة للحفاظ على السعادة تمام نيجي للزواج الحديث هو في حضرتك برضو في التقرير اللي عمناه من أجل سعادة صغيرين حضرتك إزاي أثبت أن نسبة الطلاق في الزواج السنة الأولى الحديثة ليه لأن الزواج الحديث ليس من أجل مثلا حضرتك إزاي الزوج بيبحث عن زوجة مش من أجل حضرتك إزاي الحياة الأسرية والحياة الاجتماعية من أجل الزواج وهذا الفشل الأسري عارس تجاوز خلاص البنت عارس تتجاوز عشان تخرج من البيت من القيود ورايحة فيني وجاية منين وبابا وماما هي ما تجاوز هتوب بقى إيه هتوب بقى صاحبة مكان وصاحبة أسرة وصاحبة قرار لا في الزواج في الحياة في السنة الأولى نسبة تقرير خمسين في المائة خمسين في المائة من اثنين مليون سبعمية وخمسين ألف نعم لخمسين في المائة نسبة الطلاق في السنة الأولى اللي هو الزواج الحديث إزاي بيحدث عن طريق إيه عدم التفاهم أنا دلوقتي بنصح بالزواجات السنة الأولى الزواج الموادة والتفاهم والصبر حتى أعرف سلوكياتها وحتى أعرف سلوكياته هو النهاردة حضرتك لما تخرج من الجامعة بنوعة كم سنة 14 سنة و 16 سنة تخرج من الجامعة علشان أخذ معلومة وأخذ معرفة أنا عشان أعرف زوجتي لابد من أدرسها سنة سنتين هل الدراسة هل الزواجي الاستجار هل الدراسة دي تبقى عن بعد لأ الدراسة دي مش عن بعد في حاجة عندي العشرة الأساسي هي المسافات أول حاجة في السعادة الزواجية المسافات لن تبقض حتى لا تنسى ما تبعدش عشان ما تتنسيش ولن تقترب حتى تبعد اللحفة وما تقربش قوي عشان اللحفة اللحفة مرتباشة اللحفة اللي هي تزجع وزيها يعني حضرتك الملل والروتين يقتل السعادة الملل والروتين ما تبعد شيئا خالص وما تقربش حافظ على المسافات حافظ على المسافات عشان يستمر الحب وتستمر السعادة مربو بالرباط الأسري نعم الحفاظ على المسافات مش مثلا إن أنا أترك زوجتي مثلا أسبوع أو عشر تيام بعدم الحوار بعدم التفاهم بعدم صرد المشاكل بعدم الكلام في السياسة الكلام في الدين الكلام في أي موضوع هذا الكلام بيطرح عملية النقاش بيقول لك إنسان عاوز تكتشفه نقشه الفكر علم الإدارة عندنا عاوز تكتشف إنسان نقشه حقيقة ساتم أول عشر أول نصف ساعة نقاش هكتشف أقل حقيقة دايما عندنا كده في الحلقة بنقول سؤال ونرغب السادة المشاهدين في إنهم يتابعون لو في إجاباتي على الأرقام الموجودة على الشاشة اسمح لي نقول سؤال الحلقة ونشوف يمكن يبقى عندنا بعض المتصلين نتناقش معهم مع حضرتك سؤال الحلقة النهاردة بيقول كيف تخططان الاستمرار السعادة الزوجية في البيت إلى كل زوج وزوجة كيف تخططان إلى استمرار السعادة الزوجية في البيت تابعونا على الأرقام الموجودة على الشاشة ونتمنى ان شاء الله التواصل معكم مع المساشر من اسباب السعادة الحفاظ على المسافات المسافات نعم الاحترام نعم الانسر اساسي وهو العمود الفقر للسعادة نعم الاحترام الاحترام اساس بناء العلاقات الزوجية انا احترم الزوجة في رأيها واسمحها وانا بقول للأسرة للأم والأب اسمع لابنك بدل ما يتكلم برا اسمع لبنتك اقترب منها بلاش ضغوط الدغوط الدغوط تخرج السلبيات نقول للزوج اسمع لزوجتك اسمع اسمع لزوجتك اسمع حتى ان تسمع في اي موضوع لازم تسمع طريقة الكلام طريقة الحوار تعمل قرب المسافات قرب للموادة بين الزوجة نقول للزوجة تسمع لزوجة ولا لازم تسمع لازم تسمع بس هناك في عدم السمع بالنسبة لعملية النقاش مع الزوجة لابد ان نصل بين العمل والبيت لان الزوجة تحلل بتحليل الشيطان والزوج يحلل بتحليل الشيطان لان الشيطان لن يترك السعادة في البيت ده ربنا سبحانه وتعالى قال له ايه عن زرنا حتى ايه في صرد الحوارات ان اتحرى في صرد حواري ان افصل البيت عن العمل يعني مطالب الزوج انه لما يروح يبقى لغة الحوار الموجودة موضوع بعيد خالص عن الشغل ولو تكلمنا في الشغل ان اتحرى احساس المرأة ان اتحرى مشاعر المرأة في عرض زي يعني مثلا انا لو انا مثلا رجل اعمال وعندي مشاغلي وفي فندق خمس نجوم وقابلت ناس مهمة اوي وكلت اكل فخم اوي لما ارجع لازم ابسط من هذا الامر لان انت لو اعرضت هذا الموضوع بشفافية اوي الشيطان يخرب عليها السعادة يقول لا ده جاي من فندق خمس نجوم ده رجل واكل اكل فدايما الشيطان يبحث عن قنوات الفساد للمرأة يعني احنا عندنا الحفاظ على المسافات الاحترام والاحترام جاي حضرتك ذكرت فيه باب فسح باب الحوار الاساس بناء العلاقات الزوجية الاحترام انا كنت عايز اقول لحضرتك برضو في باب الاحترام احترام مشاعر الزوجة واحترام افكار الزوجة حتى لو كانت بسيطة يعني لو الزوج على درجة من الثقافة والعلم او من الخبرات او من التواجد في المجتمع وعنده حصيلة كبيرة وبعدين الزوجة بتنقشف موضوع وموضوع ده هي بتقوله بشكل سهل او بسيط ما حقرش من رأيها ما قللش زكاء المرأة خارق عن زكاء الرجل لماذا؟ لان المرأة تمتلي بالعواطف والمحساس والمشاعر الرجل ضغوط العمل ضغوط العمل اعطت له القرار والشدة في القرار والحسم في التربية والحسم في القرار المرأة تتمتع بالزكاء ولكن هذا الزكاء ممكن ان يخرج الى السلب لو هي استخدمته الى السلب في الغيرة الغيرة القاتلة التي تخرب السعادة الغيرة القاتلة ولكن من اساس تاخذ السعادة لابد احنا قلنا احنا قلنا تلات عناصر فيها عنصر الغيرة لازم يكون في غيرة بس غيرة قاتلة انت هتاخد مني عنصر كده؟ احنا قلنا الحفاظ على المسافات وقلنا الاحترام العنصر التالت ايه؟ زي التوقف عن غيرة القاتلة التوقف عن غيرة القاتلة ولكن مطلوب من المرأة هتغير مطلوب من رجل لغير بس الغيرة بأدب واحترام الغيرة بأسس وقواعد المبادئ الحياتية الغيرة بأسس التربية لتحافظ على السعادة لتحافظ على اساس البيت الغيرة لو زادت تبقى شك والشك بتنقاطع مع السعادة تمام تمام واحنا بنخلق كده قناة للشيطان ان يخش يخرق الشكل واثناء الغيرة لابد انا نتحرف الالفاظ الالفاظ القاتلة بتعمل حضرتك بتسأدي نسبة طلاقة ممكن الشيطان يمسك على كلمة نعم كلمة ارتفاع الصوت ارتفاع الصوت ارتفاع الصوت طيب لماذا؟ انا سؤال الحراكزة انت قلت جبت حاجة مهمة جدا عندي ارتفاع الصوت من الشيطان صوت من الشيطان لغة الحوار لابد انا اتعلم لغة الحوار ولا لغة الحوار كأننا كترشان كلنا عزين نتكلم لازم لغة الحوار مع المرأة اسمع اتلقى دي مهمة جدا ان اسمع وهذا السمع يؤتي لي بالبشرة ان انا القي السعادة واجاوة حتى انا لو كنت منفرد بالخطأ لابد ان اسمع حتى اتحرى حتى اتحرى جيدا في الرد الجيد من فن بناء السعادة في البيت وبالذات في بند الاحترام وبند البعد عن الغيرة والشك انه استمع لزوجتي تمام وده بيقرب وبيحافظ على السعادة ورقم ستة في اساس السعادة اللي هي عليك السقة المتبادلة في السمع اعطي السقة المتبادلة لا يعني اسمع حتى لو انا جاي مجهد وتعبان بنصح بعض البيت لا بد ان اسمع لا بد ان اسمع زي لا بد ان اسمع الحديث كتيرة جدا في حتى الكتب السموية اقرت ان احنا لازم اسمع الاهل بيتين لازم اسمع نعم ده في حضرتك في اوروبا في دول الغرب ان الطفل ميمسكش القلم اللي بعد ثلاث سنين وان انا قعد اسمع للطفل من عمر ثلاث سنين لغاية ست سنين حتى اربيه على المبادئ والاخلاق والقيم الحياتية انا مبادئ والاخلاق والقيم عندي في المكان اللي عايش فيه ثقافات انا رجل عايش في مصر جديدة انا رجل عايش مثلا في منطقة شعبية انا رجل عايش في مريضة تختلف الثقافات بالحالة الاجتماعية صحيح انا لو ما سمعتلوش حضرتك هياخد سلبيات سلبيات مشاريع عدم السمع يؤدي الى فقد الثقة نعم وعندنا عامل اساسي جدا في عناصر السعادة اللي هي الثقة المتبادلة الثقة المتبادلة حضرتك عدم الثقة المتبادلة تقتل السعادة وتأتي بها المشاكل نعم زيك لا بد ان اعطي للزوجة الثقة لو بد ان اعطي للزوجة ان تعطي الثقة للزوج الثقة المتبادلة تأتي ببكورة السعادة نعم زيك عدم الثقة ده انصر اساسي عدم الثقة بيقدمنا لإيه قتل السعادة قتل السعادة نعم وخلق قنوات للشيطان يخش بيننا تمام نعم طيب في عندي عامل مهم جدا من عاصر اساسي للسعادة نعم ان الزوجة لا تهميلي زوجك نعم مع وجود طفل مهم جدا ان في بداية في بداية الحياة الزوجية تلاقي الزوجة مهتمة قوي بزوجها اول ما ييجي الطفل مشاكل وضغوط الحياة الزوجية الطفل حالة المرضية الطفل كل ده تهمي للزوج من هنا يبدأ الزوج يقولي تبدأ المشاكل الأسرية زي طب الطفل يعني برضو بتوب عدم خبرة للزوجة بيكون مثلا عدم خبرة للزوجة بتنصح حتى ان اسرة الزوجة لا تهميلي زوجك عن دوجو الطفل لا ساني احب بتنصح الزوجة وبتنصح اللي خلف الزوجة لو ما عندهش خبرة بخلي بالك لما تجد طفل ما يكونش سبب لترك زوجك وإهماله وحياتك كلها ويبقى سبب بدل ما يبقى الطفل ده وتجامع ورابط ومقاول لعناصر السعادة يبقى الطفل ده سبب ما أنا مش دكتور أنا مش عاوز هدي فرصة وقنوات للشيطان احنا اول ما في حيات الزوجية بنوعد نتكلم كتير اول ما يجي طفل بقى هي مشغولة بمشاكل الطفل وعداده كل هذا الكلام وهو ممكن ان ينشغل بعمله لا بس جاءنا العنصر الاساسي البعد والمسافات بس بس معالي المستشار انا برضو مش عايز اجهد يعني احمل النهاردة في همسات زوجية وبننصف ولا تعلم انه معظم الفتاة في عصرنا الحالي ضعيفة جدا وبتمر بمشاكل جدا جدا الحمل لا يعني معادش البنت القوية بعد زمان اللي هي كانت معادش بتسمع معادش بتسمع معادش بتسمع معادش بتسمع معادش بتسمع معادش بتسمع لا قوية صحيا صحيا مهيئة ضعاف الجسم فبقى بعد المولود الاول ده انصر اساسي ومجهدة ومنشغلة ده انصر اساسي من سعادة ان المرأة بتهمي نفسها في الغزارة وهذا من ما يقلل ظهرها انا بنصح الزوجة انها تهتم بنفسها من عملية الغزاء لانه هذا بيقلل من مظهرها وعدم الاهتمام بنفسها ده عامل اساسي جدا بيخلي الرجل ينظر الى الخارج وخلي بال حضرتك ان في عدد ده في احصائية جميلة جدا ان الزوجات بتتمتع بالحلي والشياكة وهي خارجة ولما تروح البيت ممكن تقلح جاسب ترمي وممكن تلبس اي حاجة يعني يعني انه تهتم بنفسها نفسها باجمل ما فيها وهي خارجة على المجتمع ولكن اللي منحقق قصلا يشوف الجمال والسعادة دي في البيت مش شايف هي بتهمله المظهر العام المظهر العام يعني انت بتحرمي الزوج اثناء الخلوة في المظهر العام الشيك بتاعك انت حلوة وانت شيء طب الشياكة دي بتخرجيها برا خرجيها برا وخرجيها جوه لا مانع لا احنا مش عزنا تخرجها برا احنا العادات والتقاليد تحتم علينا لو انا رايحة فرق او انا رايحة مؤتمر او رايحة ندوة او رايحة مكان ما عام لازم ألبس اي حاجة شك عندي ألبس أشك حاجة عندي طب ليه ما لبيتش أشك حاجة وانا عادة في البيت ايه المانع ايه المانع طيب عندي انصر مهمة جدا عشان لإدارة الوقت بالنسبة انصر مهمة جدا لا للإعلان عن مشاكل الزوجية الأسرية لمنحول مهما كانت درجة القرابة ازهار الخلافات ازهار الخلافات ده من أساس قتل السعادة لأن كل شخص يحلل على يحلل على فكره كل شخص يحلل على زيادته نعم نعم خفاء المشاكل الزوجية عن الجو المختلف وأن أقرب الناس حلال حضورة فقفاء ده يجعلت السعادة مشاكلنا مع نفسها ليه ندخل ليه نخلي الناس تخش في مشاكلنا من أسماء السعادة في البيت وامتلقفن امتلاك السعادة عدم الإفساح عدم الإفساح مشكلات اللي موجودة في البيت نسبة 2.750.000 يعني أنا عندي حضرتك كل دقيقة 6 بتطلقوا في مصر هنا بسبب إيه أن أنا بنقل الحوار بطلقتي والشخص اللي بياخدوا الحوار لابد أن يزود عليه كلام في علم النفس بيقول حضرتك أن الحوار إذا تم نقله من 3 أشخاص بيزيد 36 حرف نعم من 36 حرف يخربوا بيتي يخربوا بيتي أنا نقلت حوار ليه ليه جارتي نقلت حوار لأقرب الدرجة زي نقلت له حوار فأسناء قد الحوار بدوا أنا بطريقتي بشفافيتي أنا لو فضيها لو محتاجة يعني تفض فضي الصمت ثم القرب إلى الله الصمت ثم القرب إلى الله مفيش حد بيحل مشاكل دكتور طارق مفيش حد بيحمل هم حد بيحمل الشخص نفسه هو بيأقرب الناس لأم يمكن يبقى فيه زي الآية الكريمة الدرجة الأولى يمكن الآية الكريمة وحكموا من أهلها يعني أصد لو اذا زالت إذا زالت هذه المشاكل لابد أن نتحر من نعرض هذه المشكلة التحري ومن هو أخلاقياته ومن هو الجو المحيط بيه عشان يحكم عليها ده رجل ممكن يسبب لي في طلاق نعم أنا مقردش مشكلة على شخص فاشل مقردش مشكلة على شخص هزيل مقردش أنا قاعد واحد رجل انتقل الله رجل بعيد عن الله ممكن يبقى رجل محندوش مهارات حياتية وقاعدوا في قاعدة عشان يحكم على مشكلة بين الزوج والزوجة زي خريب للزوجة وخريب للزوجة دائما بصحر دائما أن الأم تميل لبنتها وده هو طبيعي ده بنتها لسي تحكم ولكن تحري في الدقة من يحكم على هذه المشكلة هو سبب عنصر أساسي من الساعدة الحقيقة أنا أسمحني لإدارة الوقت عندنا عنصر مهم جدا تقريبا فيه معنا تليفون مكلمة معنا حد يا رجل معنا معنا فيديو معنا تقرير فيديو نسمحني نشوف التقرير ده ونعلق عليه سوا تقرير نرجع لكم موسيقى أما تكون في بيتها حاسة بعدم الضمان والأمان حاسة بعدم الحب حاسة أنها مش مكلمة تبدأ تخلق مشاكل لأن عندها القدرة تعالى حسينها الأول فيه النباهة جامل انتباه يعني سبب يتكلم فأنا أحد منتابع جدا نباهة وبعدين الزكاة وبعدين العبقرية وبعدين تخش بقى في جزء تاني اللقم وبعدين الكيت وربنا سبحانه وتعالى قال إن كيدوهن عظيم يعني بعد ما لفنا اللفة جي كلها هنا في حاجة عظيمة جدا هنا في الحتة دي فلما تكون الست الراجل يفهم عبقريتها يستخدم العبقرية دي يبقوا مرأة عيني لاتنين لو لاقا عندها القدرة لنتفكر وجمي نفسها لوحدها ما كنت توقع تفكر كثير تعرف دي قصة حقيقة وعدة ستة مثلا جزء تأخر عليها متعود يتأخر كل يوم متعود يتأخر وقال شايد من لا تجاوزهم العشرين قال لا أنا حاجلك بالليل الساعة ستة عشان نخرج سوا ونقضيهم جميل جدا البسي بقى وحطي المكياج آخر حالة وجايزي نفسك ممكن خصة حقيقة دي على فكرة وبعدين قلت لها طلوع ما بتأخر إلا لا لا مش ما قول حتى آخر نهاردة فهي قعدت جاهدها الساعة ستة الساعة ستة جات مجايش الساعة لوحدة ستة وخمسة جي ستة وعشرة أكيد يعني مجايش ستة وعشرة مجايش ستة ونص مجايش على الساعة سبعة ودي خصة حقيقة فالبوليس جماسكوا ايه ده انا ساكن هنا طب تب اسأله الساعة دي سألت لهم قالت لهم معرفوش نفيش عارف دمه لما يكون نشف نشفت له دمه وانا في الاخر قالت لهم اه نجوز فراجل البوليس بدأ يموت مدحكة بتعمل فيه جدا ليه السنعمال يتأخر طول عمره فهيشوف لما الانسان يوقفكر ويجن نفسه ويفكر ويجن نفسه وفكر الفايل في الماضي كله ويتفتح ان اتعودته بتأخر باستمرار والنهار ده كمان كذب عليها يبقى هيدفع التمن غير بقى المرة دي واللي يحصل يحصل فعملت المشكلة دي رجعنا لكم ولقطات رائعة من العالم الجليل الدكتور إبراهيم الفئي رحمة الله عليه وهو بذكرنا بدور التنمية البشرية في تحقيق السعادة في البيت والله مستشار وأستاذك أنا بس أذكر له لحظة كانت معانا دكتور إبراهيم الفئي كان رئيس لجنة التنمية البشرية اللي أنا نائب رئيس اللجنة دلوقتي فتاحها نائب نقدر على الجهاز اللي داري في الدولة دكتور إبراهيم الفئي إدانا ملخوظة مهمة جدا وإحنا كنا منتكلم عنها هي في سبع ناصر الأمان حساس بأمان صعيد حول حضرتك السعادة حولت السعادة لسلم طلبت الشرطة نعيم صحيح واللي إحنا بنقول عليه إن الزوجة لو هي حضرتك تمام وصلت بيها قنوات التفكير للإساءة ممكن أن تكون محدش حقيقي عطالها محدش حقيقي عطالها خالص بنا اللي قال إن الكيد الكيد عندها عظيم عد على مراحل جمدة جدا من الزكاء والعبقرية ولكن هي أخذ أن تدينه درس درس هو مش هنسطل أمره درس ولكن ده عدم احترام وقت بيداهمنا أستاذ دكتور الدكتور بيمي فيه أستاذي ولكن هي الزوجة عملت سلب عدم احترام الزوج إنها تطلب للشرطة ده شيء سيء جدا ممكن تتعامل معا أحسن من كده نعم إحنا النهاردة بنتكلم في موضوع عدم الإحساس بالأمان ودي نقطة كنت من النقاط نقطة من النقاط المهم عدم الإحساس بالأمان في البيت قاتل للسعادة إن الزوجة تشعر في بيتها بعدم الأمان يبقى مفيش سعادة إن الزوج يشعر بعدم الراحة في البيت يبقى مفيش سعادة ما هو هتشعر بعدم الأمان من إيه؟ من سلبيات الزوج من الألفاظ اللي بيقولها من حضرتك التعاملات اللي بيشتغل فيها الزوج من الأصدقاء بتاع الزوج من الجو المحيط هو ده عدم الأمان نعم يعني ممكن الزوجة حضرتك فيه عنصر أساسي هو الأمان إن هي حتى الجو المحيط به لابد أن يكون أصحاب إيجابيين مش سلبيين نعم هي هتخاف صحيح هتخاف عليه نعم عيشها في قلق على حياتها الأسرية إن مثلاً زوجها بيعرف أصدقاء مثلاً ممكن سيء السمعة أو سيء السوء أو هو من حوله يفكر له بالسيء فده عدم الأمان أديها الأمان في كل حاجة أديها الأمان في التفكير أديها الأمان حضرتك في التصرفات أديها الأمان في التخاذ القرار المرأة اللي بقى لحضرتك علشان تاخد من المرأة كل حاجة يديها الأمان في التخاذ القرار تشاركك في التخاذ القرار سألها في الحاجات تسألها خليها تاخد قرارها وزود على قرارها جزء بسيط وخدت قرارها الزوج الناجح الزوج الناجح يمكن عاوز ياخد القرار الصح من زوجته اللي ممكن يشاركها في القرار وفي الآخر هينفذ له عاوزه فدي فراسة للزوج إحنا عايزين إحنا معنا ديتين ويمكن أقل لا فيها عنصر مهم جدا تجنب إهمال العناية العناية الشخصية للزوجة عدم العناية الشخصية بالزوجة اهتمامها بنفسها بنفسها ده عنصر أساسي لقنوات الفساد وقتل السعادة عايزين نذكر اللي عشر نقاط لحضرتك قلتهم تاني وبسرعة من غير شرح عشان نفكر في كابسولة كده سريعة قبل ما نختم مع حضرتك بحاجة جميلة نتكلم عنها الأول نقول لهم تاني كلهم المسافات قلنا الحفاظ على المسافات فضع المسافات الثقة المتبادلة بين الزوج والزوجة لا تهمي لي زوجك ايتي وجود طفل عدم الإعلان عن الخلافات الزوجية مهما كان أربع عدم الإعلان عن الخلافات الزوجية الأمان الإحساس بالأمان تجنب إهمال النظافة والاهتمام بالنفس لا تسمحي للأهل بالتدخل في مشاكلك حتى لا تتقصر هذه المشاكل نعم ازاي ده هما جدا ازاي احنا اتكلمنا عن القانون نفسه احنا عشان نطبق القانون يجب أن يتقل الله نعم واذا عصل اتقال الشيخ الشعراء وقال الله يرحمه قال أن السعادة في راحة البال نعم مش فلوس ولا مال نعم راحة البال هتيجي هتأتي الفلوس وهتأتي المال وهتأتي الصحة صحيح ازاي النهاردة حضرتك فيه إحسائية خطيرة جدا للمرأة معظم نساء مصر الضغط والسكر بسبب الضغوط الأسرية نعم بتفكر كتير جدا ممكن مشكلة صغيرة ممكن تخليها ثلاثة جام تفكر فيها والزوج ممكن ما يساعدهاش في عدم الخروج من هذه المشكلة نعم كان عند حضرتك قانون كنت عايز تقوله مقولة كده حضرتك كنت بتحب دايما تختم بيها كلامك عن الحقوق بالنسبة للمرأة حق المرأة حق المرأة على الزوج وحق الزوجة على المرأة نعم حق المرأة على الزوج أن يكون لها أباً وابناً ومدةً ورحمةً وصدراً راحماً لهن مثل ما عليهن بالمعروف ده اللي حضرتك قلت دايما تحب بطورك وديهن بالمعروف بس يا دكتور قبل مطلوب الكلام ده تمام لازم للزوجة الاهتمام بنفسها الزوج يهتم بنفسه نعم للزوجة ألا تتدخل في سلبيات الأسر والعائلات أنا برضو ما تتدخلش للزوجة الموضة والرحمة لأسرتي الموضة ورحمة لأسرتها أنا هاخد سعادة هاخد من كلام حضرتك وآخر كلمة قلتها السعادة السبع حروف وهاخد لهن ما عليهن بالمعروف ودي كانت الكلمات الجميلة الحلقة حلقتنا خلصت ولكن كلامنا مع حضرتك مخلص ونتمنى إن شاء الله نحن نتشارك مع حضرتك بإحصائياتك الجميلة الطيبة ونستفيد أسرنا وبيوتنا كلها تستفيد من الكلام الطيب وكمداري التنمية بشرية رائع إزاي نقدر ننمي الكلام دوات في بيوتنا ونخرج به لبر الأمان أعزائي المشاهدين في كل مكان في نهاية الحلقة الجميلة عن فن امتلاك السعادة والنقاط اللي ذكرها مع المستشار محمد السيد الشريف بنرجو أن نكون قدرنا نوصل لكم ولو حاجة بسيطة نتمنى إن شاء الله تشاركونا دايما مع همسات زوجية وبرنامج حلقة جديدة إن شاء الله قريبا وحتى نلتقي إن استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر